جولة جديدة في المنطقة بدأها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة الحديدة وقصف ميليشيا الحوثي لأهداف داخل السعودية واصطمخاوف من أن يلقي ذلك بظلاله على إمكانية استئناف جهود السلام أولى محطات غريفث كانت من العاصمة السعودية الرياض التي شهدت أول اجتماع للمبعوث الأممي مع نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر ومسؤولين في الحكومة اليمنية بعد الأزمة التي سادت بين الجانبين أزمة شهدتها العلاقات بين الجانبين بعد أن تقدمت الحكومة اليمنية بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اتهمت فيها غريفث بارتكاب العديد من التجاوزات والانحياز إلى ميليشيا الحوثي على هذا الأساس شكلت استعادة الثقة مع الحكومة الشرعية أولوية مهمة بالنسبة لغريفث في الوقت الذي أكدت الحكومة استعدادها للانخراط مجدداً مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وتنفيذ بنود اتفاق السويد خاصة ذلك الذي يتعلق بانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحذيدة وإتمام ملف الأسرى والمعتقلين وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الشرعية حرصها على إتمام عملية السلام إلا أن مصادر حكومية يمنية طللت من إمكانية أن يستأنف غريفث جهوده في الحد من ارتفاع وطيرة الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وفي الوقت الذي أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على ضمانات من الأمم المتحدة تسمح بعودة غريفث لمهمته واستقباله من مسؤولي الحكومة إلا أن مصير الاتفاق لا يزال غامضاً لا سيما مع عدم صدور أي تصريحات عن الجانب الأممي التي تؤكد تراجعه عن الموقف المؤيد لخطوات إعادة الانتشار من جانب ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر